مرحبا يا أصدقاء كيف الحال والأحوال واليوم معاي ضيفة غالية وعزيزة وصديقة اتعرفت عليها بالفترة الأخيرة وأصبحنا مقربين جدا من بعض معي اليوم رند من قناة بايرند رند تحكي لنا شوي عن قناتك مرحبا يا جماعة أنا اسمي رند وعندي قناتي اسمها بايرند بنزل فيها فيديوهات معظمها أشياء عن كيف نصير إحنا بنقدمين أحسن كيف نحسن جودة حياتنا كيف نشتغل على حالنا أكتر وفيها شوية كتب قراءة أشياء يعني هيك من هنا وهناك الأشياء اللي أنا بحب اليوم إحنا قررنا أن نعمل إشي مشترك هيك بيني وبينها أنه أنا وياها دخلنا سنة 30 فاليوم حنسأل أسئلة لبعض إلها علاقة بسنة 30 أسئلة بالعادة يعني هي مصنفة هاي الأسئلة أنها أسئلة لازم تقدر أنك تجاوب عليها مدام دخلت مرحلة التلاتين وبرضه إذا في حدا بحضرنا بعمر التلاتين بحب يسأل حالو هاي الأسئلة هم كتبين أن هاي الأسئلة بتساعدك على أنك توصل لمرحلة معينة من الاتفاق مع ذاتك أو السلام مع ذاتك أنا بحب هاي الأشياء فلتسي بس غش أنه هي محضرة حالها لا لا ماذا ستجعلك سعيدة؟ أوه إيش الإشي اللي بخليك سعيدة أو الإشي اللي بدعوك للسعادة؟ صراحة أكتر إشي الألون تايم أنا بالنسبة لي أكتر إشي إنه يكون عندي وقتي الخاص استقلاليتي أماكني الخاصة هاي أكتر إشي يعني هذا هلأ شو بشكل عام يعني للمستقبل شو الإشي ممكن يخليني سعيدة إنه تكون حياتي أنا حاب بيتها يعني حاب نمط حياتي يوم بيوم عرفتي حلو الناس اللي حولي أنا حاب بيتهم بشبهوني حياتي بتشبهني الأشياء اللي أنا بعملها شغل أكون مبسوطة فيه ومستقرة يعني هايك أشياء يعني حاسة إنه في نمو كمان بحياتي هذا إشي مهم أيود أجري صراحة بتفق معي أنا برضو بحس إنه وقتي الخاص كمان مقدس ما بعرف كيف فيه ناس ما بيقضوا مع نفسهم وقت لحالهم عالجات ما بعرف كيف عايشي وهذا اللي يدمرهم في الكورونا ونولي كيف عايشي بحس آه أنا أعمل الأشياء اللي بحبها اللي بتسعدني اللي بعرف إنها هاي رح تخليني بسلام أني أوصل لمرحلة هاي وبتعبر عنك كمان تشبهك يعني بالنسبة لي القراءة بتخليني هيك سرين بتخليني في طمأنينة مش عارف أنا ما بقضي وقت في الطبيعة للمستقبل يمكن أني أكون عايش الحياة اللي أنا بتطلع إلها يعني أنا بالنسبة لي أنه perfect life أني أكون عايشة بالcountryside حياة بسيطة آه حياة بسيطة مع الطبيعة والحيوانات وأكون يعني خلاص سعيدة بالجزئية اللي أنا صنعتها لنفسي أوكي هل حياتك تستحق حتى اللحظة يعني هو الواحد يمكن كل ما يكبر أكتر بيكتشف أنه رغم كل الكلكيع وكل الكركيب وكل اللخبطات وكل المطبات يعني بالآخر بشكل ما بطريقة ما it is worth it يعني ويمكن هذا الإشي جديد بس اكتشفته يعني دائما كنت أحس it's not worth it لا آه يعني مش أنه أنا حياتي أنا بشكل عام الحياة كلها بشكل عام آه آه أنه it's not worth it مش بس أنا حياتي بشكل خاص أصدق يا أنا بعد صراحة ما دخلت التلاتين مع أنه مرحلة التلاتين أجدتني مرحلة حرجة قصلا أردي في حياتي كنت عم بعمل transition مرحلة انتقالية يعني بفترتها أنه أنا صراحة وصلت لمرحلة أنه why am I doing this أنا ما بدي أصلا هاي الحياة كنت أحس أنه لا الحياة it's not that worth it بس سبحان الله بعرفش كل مرحلة انتقالية بتجيب معاها إشي وأنا بحس أنه مرحلة انتقالية تاعت سن التلاتين وصلتني لهاي المرحلة من أنه yeah it is worth it I've done my part حسنت أني أنا سويت أنجزت اللي بقدر أسوي يمكن تتقبلي طبيعة الحياة وإنه مش كل شي على زوقنا يعني وإحنا بالعشرينات نكون كتير قلقانين بدنا كل إشي على زوقنا بتكبري شوي أكتر تتقبلي هذا الإشي الطبيعي اللي بيصير معي واللي بيصير معي لكل فبتصيري بقريحية بتاخد الأمور بتصيري تطلعي على الإشي من منظور عام هيك كلها بشكل عام it's worth it ما بتركزي على الأشياء الصغيرة اللي هي بتدايع is this job اللي انت هلأ فيها هي اللي بدك إياها للعشر سنين اللي جاي أو يعني طبيعة حياتك العملية هي هي اللي بدك إياها تكملي فيها لعشر سنين لأدام لا I don't see myself لا بالنسبة لإلي كانت بالنسبة لإلي ما كانش ما كنتش شايفة الpoint من الشغل التبعي خلاص أو وصلت لمرحلة إنه لازم تغيير لازم تجربة مختلفة لازم إشي جديد يعني فلا اللي ما بيعرفوا رند مهندسك مهندسة معمارية فلا يعني ما كنتش حاسة إنه بالوضع اللي أنا كنت فيه ما كنتش حاسة إنه هذا هو الإشي اللي بدي إياها لبعدين لا short term ولا long term يعني عشر سنين لا أكيد لا هلا أنا ماي كارير يعني أنا ما بقدر إني أحددها أنا أنا بحس حالي في ميت شغلة آه يعني أنت أورغانيك الموضوع أكتر وأنا فريلانسر عمل حر يعني زكي أنا أنا بتحكم بوقتي هل بي أظل هيك لمدة عشر سنين لا بتمنى إني ألاقي إشي ستيبل أكتر وظيفة يعني مش وظيفة مش شرط وظيفة يمكن يكون بزنس أو إشي خاص فيي أنا اللي خلص أكون عارفة إنه هذا رح يقمنني ماديا ونفسيا ومعنويا وخلص أكون أنا سعيدة فيه واردي عم بشتغل على الموضوع مش إنه أنا هيك قاعدة وثابتة في محلي لا بس إنه بحس إنه العمل الحر اللي اشتغلته على مدار العشر سنين عم بساعدني حاليا إنه أنا كمان سنتين ممكن إني أقدر ألاقي إنه آه والهاي هي الكري اللي بدي أكمل فيها بس بحس العمل الحر لأنه أنا أبحث حاليا عن الاستقلال عن إني مش استقلال بس واستقرار كمان بس العمل الحر أكيد علمك كتير soft skills يعني متنوعة تهيئك لها المرحلة وهذا اللي خلاني هلأ أنا عارف شو اللي بدي فأنا بحس أنا جربت على فكرة جربت كتير اشتغلت وظائف إنه يعني من الثمانية الخامسة ورية بس لا أنا هلأ بحس إنه صح اللي بتحكي العمل الحر كتير فتح لي مجالاتي أنا بحس يعني لأن اشتغلت وظيفة ست سنين تقريبا وشوي قال واحد كتير بتعلم بس بتعلم أول كم من سلم بعدين بوصل البلاتو هيك وبتصيري إنه خلاص تكرار 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 فبحس يمكن العمل الحر لأنه منوع تتعلمي من هنا وهناك أشياء يعني على طول وما بتعديش خايفة تغير يعني أنا هلأ خبرتي في مجالي آه كتير قوية بس خبرتي في الأشياء التانية أوكي أنا بحاول كتير أعلم حالي بس أكيد العمل الحر كمان بيعلمك وبيعطيكي بورتفوليو كمان وبحس إنه وأنا يمكن حكيت عن هذا الموضوع بفيديو زمان بس بحس إنه الفرق أو الإشي اللي فيه في العمل الحر فكرة إنه أنت ما بتخفيش من التغيير إنه قراري أنت في حال التغيير دائما هل لديك إشياء تتندمي عليها بشكل حقيقي قد يكون آه يعني أنا ما بحبش فكرة إنه الواحد يندم إنه كمان لأنه لما تندمي أوكي أنا غلطت في إشي طبيعي أغلط أنا في العشرينات لسه بجرب لسه مش فاهم الدنيا كتير منيح بحبش فكرة الندم إنه لسه حتضيع لك وقت زيادة في الطاقة وطاقة في إني أنا عم بندم وعم بفكر وهذا بس بحب فكرة إنه خلاص يعني أعملت إشي غلط أحاول أتعلم منه أفهمه أفهم ليش عملته أفهم كيف ممكن يتصلح بس بشكل عام آه لو بندم على إشي بندم إني فيه أوقات كتيرة كان لازم أحكي لأ لأشياء فيه أوقات كتيرة كان لازم أسمع لصوتي حدسي من جوا بيقول لي لا هذا مش إليك هذا ما بناسبك هذا مش طريقك ما كنت أوثق بهذا الحدس وبتهيألي بالتلاتينات بتصيري توثقي فيه أكتر لأنه بتتعلمي يعني بتفوتي بمواقف تحسي لو إني سمعت له من الأول كان هلأ يعني وضعي تمام كان ما غلط هاي الغلطة أو ما وصلتون أو 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 فا بس إحنا هيك بنتعلم يعني I have this regret يمكن على موقفين من حياتي إنه يريتني سمعت له صوتي لجواتي لأنه ضيعت طاقتي واستهلكت نفسي بيشي كانوا مواقف كبيرة ولا عادي يعني يعني واحد منهم آه تقريبا كبير التاني أقل شوي بس إنه I wish إني أنا سمعت لنفسي أكتر يعني كنت ماشي وراء المنطق وشو الناس بتحكي وشو هذا بس حسيت إنه لا يعني يعني يريتني سمعت له صوتي كان وفرت على حالي كتير كتير أشياء اه اجري هو أنا زيك ما عنديش ندم أو بحبش أندم يعني على إشي بس سبحان الله لسه مبارح كنت بحكي في الموضوع أنا موضوع الندم إذا بدي أربطه بإشي بحياتي بربطه يمكن أنا ما عمري حكيت عن هذا الموضوع بس probably I shared it معاكي بال2017 actually مريت في مرحلة كتير سيئة عشان هيك بحكي إنه أدشي السوشل ميديا powerful وإحنا ما بنعرف شو الإشي اللي triggers ذلك أنه بيحرك أو بيحفز إشي في البني آدم أنا شفت إشي على الإنترنت actually كان من حدا من صنع المحتوى حكى شغلة حركت فيي شعور جداً سيئ probably هو ما رح يقدر يعرف وفيه ناس ما بتفكر مرتين يعني قبل ما تنشر فأنا لما حكى العبارات اللي حكاها triggered me صار عندي فضول أعرف آه triggered me وما تتخيلي دخلت في مرحلة درجت أنا وصلت لمرحلة أنا ما بديش أسوي ولا إشي ويمكن الناس اللي متابعيني انتبهوا إنه أنا بهديك الفترة إنه قطعت عن السوشل ميديا قطعت عن السوشل ميديا وما كنت قادر خلاص أتحمل يعني ودخلت في مرحلة فالدبريشن يمكن بخصص له فيديو وبحكي عنه بشكل مكثف إذا لقيت في نفسيتي إني أحكي بس دخلني في مرحلة إنه أنا عم بضيع وقت إن حياتي قاعدة بتروح فلما بلشت الكورونا I looked back وصرت أقول يا الله ليش ضيعت من حياتي ثلاث سنين هيك على الفاضي إنه هذا الأشي بتمدم عليه إنه وقت راح منه عملي مضبوط وأكتر إشي أنا هلأ يعني بتدايق عليه إنه الوقت هو الوقت اللي إله أكبر قيمة عن جد في حياة الإنسان شو مكان شو مكان يعني أنا بعيدا عن المرحلة وشو مريت فيها وأنه أكيد تعلمت منها وتعلمت هلأ لأ قدام إنه أنا ما بصير أدخل حالي بهاي الاشياء especially إذا هي شغلات أنا ما بقدر أتحكم فيها مضبوط يعني اشياء I can control ماشي لازم أشطر عليها وأقدر أغيرها بس أنا الاشي اللي triggered me أصلا اشي ما كنت بقدر أتحكم فيه على فكرة كل ما بتكبري أكتر كمان هاي الشغلة بتكتشفي أنه الأشياء اللي عندك سيطرة عليها في حياتك قليلة فمش هقعد أنا أكل في نفسي على الأشياء اللي ما عندي سيطرة عليها وإحنا في العشرينات بنقعد بنأكل من نفسنا مفكر أنه عندنا سيطرة أكبر من هاي مع الوقت ومع المحاولات كتير نكتشف أنه لا وإنا الإشي يعني تنشر دايقني أنه كانت آخر العشرينيات يعني السبعة وشرين تمانية وعشرين ساعة وشرين راحوا من حياتي هيك I'm probably ولا حدا بيعرف هذا الإشي يعني إلا أهلي والناس المقربين مني بس جد إذا حدا عب بحضر هذا الفيديو وعم بتمروا في مرحلة ديبريشن صح خدوا وقتكم ومفروض الواحد يحكي عن هذا الموضوع مش هازم يخبيه لحاله ما تخبوا الإشي عشان ما تضيعوش وقت عشان ما يروحش من عمركم وقت عن جد رح تتمدموا عليه أنا هذا الإشي اللي بدايقني بعدين أحكي لك في جملة أنا بحبها مين أظن علي بن أبطالب قالها داووا أنفسكم بالتعب أنا بحبها الجملة لأنه عن جد دايما لما أتعب سواء انتعب جسدي زي رياضة أو إشي أو شغل أو هذا أو تفكير مش تفكير اللي هو تفكير من غير عمل أي إشي لا تفكير أي إشي بموضوع تفكير شغلك على إشي معين دايما بيخليكي إحنا منفكر أنه حيتعب بس هو فعليا أكتر إشي بريح What goals do I still have إيش الأهداف اللي لسه عندك إياهم وما تحققت شيء من هلا هو ما فيش إشي تحقق يعني الأهداف إلا ما لنهاية يعني ما بتحسي أنك أنت بتوصل إلى مرحلة أنك أنت هلا الحمد لله إحنا موصلين مرحلة أنه أكد في أشياء كنت أتمنىها زمان هلا أندي إياها بس لا يعني دايما كل مرحلة إلها أهدافها صح فما بحس أنه حوصل للمنت إن شاء الله عمري 70-80 لا لسه في أشياء أني أنا أعملها يعني يعني واحدة من أهدافي اللي حققت هالسنة أني تعلمت لغة طول عمري نفسي أتعلم لغة ومش ظابطة معي أو مش متوفرة آه مش متوفرة لظروف يعني وبدي أتعلم عبري وكان صعب أني أتعلم عبري مش موجود كل مكان فلما جيت هون استغلت هاي الفرصة أنه أنا عندي إياها هون بالمكان الصح من الناس الصحة تعلمتها يعني مع أنه واحد بالمية واحد من عشرة بالمية من الناس بالعالم بيحكوا عبري يعني كتير قليل يعني مش كتير أنه لغة حتفيدني وين مكان بس أنا مبسوطة فيها يعني عرفتي صح صح لا وإذنك يعني أنت بالأساس من هاي البلد فأضلني رايحة جاي بيفيدني هذا الإشي طبعا هلأ شو في لسه أهداف ومن علم لغة قوم من شره آه بالزبط فشو في أهداف لسه مستقبل يعني ما فيه إشي كتير واضح لما برضه لما نكبر يعني بحس فيه إشي بيتغير من كون تطلع لأهداف معينة بدي هاي الشهادة بدي هاي الكزا صارت تطلع على الأشياء الأصغر شوي وبتعرفي أنه هالأشياء الأصغر شوي بتعمل فرق أكبر على فكرة بالحياة يعني أنا بس بدي يومي أكون حبيته الناس اللي حوليي أنا حبيته آه صارتك دي باي دي آه والأشياء اللي أنا بحبها تكون موجودة في يومي أكون أنا مرتاحة صحتي أحسن مع أهلي أضي أوقات حلوة مع صحباتي يعني بطل بفكري بس أنه شو هاي الشهادة وشو هاي الكزا لأنه عملنا هاي الأشياء يعني رحلة في إلها أهداف وإذا بحس أنا إذا الواحد خلص يعني وصل لمرحلة إنه ما عندوش أهداف there's no point of living بدي أكد على النقطة اللي بتقولها الرند إنه فكرة إنه الواحد ياخد يوم بيوم وهذا الإشي عن جد يعني بيكون نزاك أنه موجود قدامكم بالعشرين بس بس توصلوا التلاتين ما بعرف هل إنه التلاتين في إشي سحر ولا ما بعرف بس أنا بس أشياء بطاعة العشرين تتراكم هاي رزا فبتوصل لبطاعة التلاتين بسي تقولوا إنه صح عن جد يعني شو استفدنا خلص ويمكن هذا أكتر إشي يمكن لو برجى فيه زمن بغيره فكرة إنه أنا عن جد take day by day وهلأ أفكر بس وهلأ أنا كتير عندي overthinking وتفكير وألأ وبقعد بحس بمية شغلة حسيت أنه طب ما فادتني هاي الأشياء وبالعكس الأشياء الحلوة اللي صارت معي بالحياة داما صارت معي وأنا هادية صح آه إنه خلص مؤخرا عم بحس عندي يمكن لأنه من الناس اللي حولاي سوري شو تعود يمكن من الناس اللي حولاي أو من المرحلة العمرية اللي أنا بمرؤ فيها أو لأنه صحباتي كلهم تقريبا بنفس المراحل العمرية بحس عندي شغلتين دايما بحب أني أوصلهم إذا تأثير أو رسالة أو هاي أقول إشي إنه التلاتين مش كبيرة مش ختيارة ما انتهيت الفرص بالعكس يعني بداية كتير أشياء ولأنه أنت أسهل على نفسك أصلا بدل التلاتينات فالأشياء أسهل ركزوا ركزوا عليه الاشياء بتصير أسهل يعني اللي كنا بالعشرينات ياخد مننا جهد وطاقة كتير هلأ بتحس في سلاسة بالموضوع بتصير أكتر فكتير بهمني إنه الناس تعرف إنه تلاتين مش رقم بخوف ولا إنه عمر بالعكس العمر الأحلى وفيه فرص ونطليت وكل هالأشياء هاي مسج كتير بدأ أوصلها زائد أنا بحس عندي كتير مسج يعني مهمة أوصلها هي البنات البنات تحديد أنا اللي عمرهم الثلاثين لأنه بحس إنه خلاص خلصت الحياة فش إشي نعمله لازم نتزوج إذا ما زوجنا ما فيه إشي تاني لا فيه كتير أشياء تانية فيه كتير أشياء تانية في الحياة حرام تحصري حالك بس بهاي الفكرة وفي النهاية هاي الشغلة نصيب بس لما ربنا كاتبها تصير فحرام تمنعي حالك وتحرمي حالك إنك تتعيشي حياتك بكامل تفاصيلها سواء من علم من تقدم من شغل من هوايات من دنيا عشان عشان والله لسه ما تزوجت كمان الشباب يفكروا بهاي الطريقة لدرجة إنه يمكن ما بيفكروا فيها بنفس الجزئية اللي إحنا منفكر فيها بس بيعود التفكير على إنه بدي طفل بدي حدا يحمل اسمي أهو مر أعرف كماشي إنه بده حدا يحمل اسمه أو إنه كبر كتير حتى لو هلأ أجي أولاد إنه يجي أولاد ورح يكون هلأ بقدر أربيهم بهذا السن ولا رح يكون كبير شو هذا السن؟ هل يشرح لي شو هذا السن؟ هو مش كبير يعني هو أكبر مني خمس سنين 35 عمره أو هيك إشي فهو إنه كانت الفكرة إنه أنا لو هلأ بدي أتزوج وهلأ بدي يجيني ولاد طب يعني رح ألحق وقت معاه شو فكرة هاي ألحق؟ إذا ربنا كاتب لك وكاتب لك لفترة معي إنك تضل مع هذا الطفل يعني ربنا بيرتب أحسن مني ومنك يعني سبحان الله في ناس اتزوجوا بأول العشرين ما أدروا يجيبوا أولاد ربنا ما كتب لهم وفي ناس اتزوجوا بالأربعين وقدروا وفي ناس اتزوجوا بالعشرينات وجابوا أطفال وبعدها يعني ربنا أخذ أمانته وفي ناس اتزوجوا بالأربعين وربنا أعطاهم عمر طويل وعاش مع أولادهم كتير يعني ما دخل ما دخل الحياة كتير أكبر من جدول زمن مشكلة طبعتنا مشكلتنا انه الاكسترا هاي بس هي اشياء في المجتمع للأسف انحططت انه كل عمر له شو المفروض انت تكون يا عايشة بقى انا بحس بصراحة كتير بحس واجب علينا احنا البنات هلأ نعطي مثال للبنات وحتى الشباب زي ما انت بتقولي لازم تعطي مثال للجيل اللي بعدك انه في بنات عادي ما يتزوجوا على الثلاثين تكون مش متزوجة وفي بنات سعيدات وناجحات ولا ينطسك شيء افكرة لانه بحس احنا في مجتمعنا الثلاثين مش بتزوجها تعيسة وما حدا بدي يكون هاي النسخة بس لما تكبري شوي تكتشفي انه لأ في نسخة مش تعيسة عمل انه يمكن في كتير ناس ما عندها الرغبة اصلا كانت تتزوج يعني وفي ناس يعني عن جد هي يعني راغبة عن الموضوع لانها هي ما بدها بس علما لانه الاشي مرفوض مجتمعيا فهي بتحاول انها تبعد عن هاي الصورة حتى لو ما بتجيب لها السعادة بزا فاحنا واجبنا انه نحط مثل للناس اللي حوالينا للبنات الصغار للهذا يعرفوا لانه هذا الاشي نصيبه وممكن صير مع اي بنت او اي شاب ففي مثال سعيد في مثال ناجح في اشياء كتير تنعمل في مساحة كبيرة للسعادة سؤال حلو بحكي انه هذا السؤال اكشل اذا بتقدري انك تجاوبي عليه بتكوني وصلتي لمرحلة نضوج مجتمعي بدك عيلة او لا عيلة بمعنى انه زوجه اولادو هيك الاصدية ام ما عندي جواب لانه خلص شورة بنكاتب انا انت شخصيا يعني اذا كان الامر في ايدك ام اي ود وانت اه يعني اي ود وانت اوكي ام كيدز ما فكرش كتير بالموضوع لحد ما يا عكس بعض احنا اه بيعتمد على البارتنر اذا البارتنر منيح وانا شايفة انه اب هذا اوكي بس مش قادرة لست اتخيل هاي الفكرة حلو حلو كتير الاشي حكيت انا ام looking for a partner وهذا بالنهاية بدي يكون اب طبعا ما انت بتطلع عليه في مرة صاحب تقاتلي شغلة انه انت لما تطلع على شاب صاحبتها اكتشل تزوجت فقعت لما تطلعت عليه اول اشي فكرت فيه هل بدي ابني بيوم الايام يكون زيه ولما لقيت انه جواب اه عرفت انه هذا هو الانسان ده تتزوجه وتتزوجته هلا عندهم اطفال فبحس انه اوكي انا هل بشوف هذا الانسان كأب فلاني لسه ما عندي هاي الصورة في حياتي ما بفكر بالابعد خلاص بطلت افكر بابعد يعني فاذا توفر للشخص الصح اكيد حلو ليش لا بس اذا لا عادي انا عايشة وسعيدة حلو لا انا بهمني في مرحلة معينة من حياتي انه يكون اندي طفل انا بحس حالي ماتيري الام اه انا مش كتير بفكر لانه انا حتى مع خواتي يعني انا الموم فجر اه لا انا اللي ابدا مش موم فجر اه لا انا كتير حتى مع سخواتي حتى تعرفي بالجروبس بيكون في موم فجر بالجروبس للاصدقاء فبتحسي انه هاي انتي بتلجئيها زي الام يعني اه فانا اه بحس حالي انه انا موم فجر so I should have a baby ان شاء الله I don't care صراحة سواء كان يعني الا انا بعرف ان التبني حرام بالاسلام بس يعني انا مش فكرة تبني ممكن اني انا يعني اكفل حدا وانا يعني انا يكون الي دور في حياته لانه بحس انه في كتير اطفال في الدنيا مش شرط اني انا اجيبوا مني يعني في كتير اطفال بالدنيا بحاجة رعاية وبحاجة الموم فجر يعني انا بحب انه يكون الي افكت في هاي الناحية I wouldn't mind a partner that got me wrong بس يعني حدا يكون يستاهل حدا يفهمني حدا ما يحبش يغيرني هذا الاهم yeah that's a good question والله شوفوا كيف الناس مختلفين يعني حتى بشو رغباتهم صح ما في قالب واحد كلنا ماشين عليه true oh I like are my friends really my friends هل اصدقائي حقا اصدقائي والله انا محزوزة بهاي الناحية يعني ان دائما بسمع انه اه ما في صداقة حقيقية ديري بالك لا انا عندي كم من صاحبي يعني عن جد يعني ثقة يعني كتير كبيرة عندي فيهم الحمدلله نعمة اه محزوزة في هذا الاشي زائد الحمدلله انا زيك لا انت عندك اربع خوات انا عندي ثلاث خوات واخين فبحس انه برضو علاقتنا مترابطة واحنا friends for life يعني yeah true فالاخوة بس غير اصدقائي عن الاخوة الحمدلله partners come and go but this is for life friends for life بالضبط لا انا الحمدلله محزوزة بناحية الاصدقاء وبالعكس يعني انا عن جد الصداقة لها كتير ايمة كبيرة في حياتي وبحس هي واحدة من الاشياء اللي بتخليني مين انا ودائما بقول لصحباتي يعني كزا واحدة منهم بقول لهم يعني وجودكم في حياتي هو بخليني بخلي عندي دافع اني اكون احسن نسخة من نفسي لانه بشوفهم هم عم يعملوا هذا الاشي عرفتي فكتير تأثير الصداقة مهم كتير انتبهوا مين تختاروا الاصدقاء ومع مين بتقضوا وقت لانه عن جد عن جد يعني زي كيف اذا هتتزوجي مين هتتزوج كتير هيأثر على حياتك كمان الاصدقاء كتير بيأثروا صح قل لي من صديقك اقول لك من انت ابعد ارأقول انه صديقتي ايمان hello ايمان I know you watch all of my videos لا في بريطانيا and she's my friend for life يعني I trust her with everything واللي بحبه في صداقتي مع ايمان ومعلش يعني هاي مسيحتي الخاصة انا حب احكي عن ايمان عني ايمان من الاشخاص اللي بتقربني لربنا فانا بحب الصداقة اللي بكون فيها علاقة العلاقة في علاقتك مع ربنا الناس اللي بتقربك لربنا هدول هم الاصدقاء الصح هذا السؤال حلو am I a good person هل انت انسان جيد نعم بشكل عام بس برضو كل ما بتكبري بتكتشفي انه الانسان عبارة عن تناقضات وفي مشاعر سلبية اجباري حتيجيك يعني مرات حتتمني اشي موجود عند حدا لا يعني انك تتمني يروح من عنده بصدر تتقبلي لما نكون صغر نكون قاسينة حالنا بهالشو اكتر لا انا شريرة كيف هيك فكرت كيف تمنيت هادا الاشي او كيف عرفتي صح او كيف تدايقت من هادا الاشي لا لما بتكبر بتصير متسامحة مع هاي الاشياء اكتر بتكتشفي انه احنا الانسان تركيبة من هاي المشاعر المهم المشاعر المنيحة هي اللي تكون غالبة بمعظم الاحيان وحتى لو اجتنا مع مشاعر سيئة ما نعمل اي اكشن من وراها عرفتي صح يا فكرة انك بتغبطي حدا مش بتحسدي اه اه يعني وبالعكس يعني بتصير بتظلك تذكري حالك انك تقولي ما شاء الله الله يهني الله يزيده الله يسعده في هاي الاشياء ولكن انك انت عادي بتصير تتقبلي هالاشياء زي حلقة فرنز لما ريتشل وفيبي يحكوا هاتش هم مغيرانين من مونيكا انه هي ما بيه اللي ربع بعد ما تصير 80% بالمية فهاي الاشياء الواحد تصير تتقبلها وهذا الاشي الطبيعي في الحياة صح مين ما بده مثلا مين ما بده شغل منيح مين ما بده حياة منيحة مين ما بده مصاري مين ما بده بارتنر منيح مين ما بده عرفتي مين ما بده هاي الاشياء فطبيعي انه الانسان يتمناها لا يعني انه تتمنى تروح من الحد التاني انا بسأل حالي على فكرة هاد السؤال فاكتر من يعني شو كان السؤال اللي هو am I a good person هل انا شخص جيد ولا لا بلى والله ليش لانه انا بحس حالي I'm tough on myself انا كتير اقصو على نفسي اي وانا كنت كنت هلأ بطلت لا لسه انا متخلصتش من هاي المرحلة وعشان هيك بسأل حالي كتير انه عن جد مرة بتعرفي شو ما بحس عمريك حتتتي Gilmore Girls لا Gilmore Girls في حلقة اجت كانت تحكي تتساءل عن الاشياء اللي حتى البديهية اللي في حياتها انا هيك عم تحب البوب تورت ستقول Do I actually love البوب تورت ولا انا يعني I'm used to it فأنا مرات بسأل حالي انا كتير بحب القهوة بصير رحكي انه جد انا بحب القهوة ولا طب خلاص موجودة طب شو فرقه يعرفش بس انا كتير بسأل حالي هالأس مرات بسأل حالي انه انا مثلا انسان بحس حالي خدوم بحب يعني اخدم اللي حوالي خاصة الناس اللي بعنوا لي اشي هم مرات كتير بقول انه انا بعمل هادا الاشي لانه انا بدي اعمله ولا انا بدي من وراء اشي ولا ام دوير لا بدك من وراء اشي معظم الاحيان اه انا وعادي يكون مكس بين الاتنين وفرضو نرجع لحلقة فرنز لما فيه ب selfless ما عفي ولا اشي في الدنيا selfless دائما فيه اشي الا بيخدمك بطريقة معينة او باخرى صح وحادي يعني الواحد تصالح مع هاي الاشياء خلاص بس انا مش ادرا اوصل لهاي المرحلة انه انا اقول انه انا pure good انا منيحة هلأ سؤال الصدقة في الاسلام اه كتير حتى من الاحاديث وكذا اه يعني انه الصدقة هتعود عليك فيه اشي true عرفتي اه فهذا الاشي عادي طبيعي رغب عند الانسان انه انا اعرف انه انا لما اصلي حياتي حتكون احسن عرفتي ربنا حيتولاني اكتر لما اتصدق اقربنا حيباركلي فيه رزقي فاهمشو اصلي طبيعي ما فيه اشي بتعملي اوكي انا بدي بدي افيد الناس التانيين وكذا اه وهذا هدف يعني اساسي بس كمان بدي افيد نفسي ما هو انا ليش بسأل حالي هالسؤال لانه اذا ما تلقيت اشي في المقابل مش شرط انه يكون اشي يعني بنفس الدرجة بس حنا اقال يعني شوي تقديره هيك بكون داخليا مدايقة and then I question myself انه اللي سويته انا صح ولا لا لا بس هون الواحد لازم يشتغل ع توقعاته صح لانك انت you can't control other people true انا لسه عندي مشكلة في هذا الموضوع يمكن once I got to 31 قلبي كمان كم من يوم المشكلة 31 فا يس I love this this is nice وبعدين بيجي بقولولك التلاتينات وبيخافوا منها احلى اشي حرية هاي بتحسي صح فجأة بتصري تتنفس يا واضي والله عنجد عمر التلاتين عمر كتير كتير حلوي يعني I can't say that enough وانا يعني انا جدا مستمتع عمر التلاتين مش انه هوم يعني مرحلة انتقالية سحرية ولا مردية لا 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 كل عمر فيه له تحدياته كل عمر فيه له ايجابيات وسلبيات بس بجوزئية معينة الواحد يعيش عمره بالطريقة الصح هذا هو اللي ما نوصله يعني احنا حاولنا نجاوب على الاسئلة هاي صح احنا نخلنا في الاطار الشخصي بس الهدف من هذا الفيديو انه اذا في حدا عم يحضرنا رايح بالتلاتين او هو بالتلاتين مش غلط تسألوا حالكم هاي الاسئلة الواحد يكون صريح مع حاله وكل فتما يراجع نفسه لا يحسن فكنت سعيدة للفيديو وانا كنت مردية ورح نعمل لأسرحي ما رح يكون في إلنا فيديو عبعد على القناة trend رح اتركلكم الاسم القناة رح يطلعون قدامكم على الشاشة وكمان رح تقوم بصندوق الوصف وان شاء الله في إلنا كمان فيديوهات قادمة مع بعض واشياء مشتركة حلوة رح نشتغلها سوا فكونوا في الانتظار أتمنى الفيديو يكون لإعجابكم وشكرا إليك لانتبعي على القناة وان شاء الله نلتقي قريبا حتى ذلك الحين حافظوا على انتساماتكم سلام اشتركوا في القناة